فاروق بالقدوم الذي سيعلن استقالاته رسميا عبر تلفزيون النهار من الرابط المحترف لكرة القدم مرحبا بك شكرا بارك لاو فيك شكرا بارك لاو فيك إذن سيد فاروق بالقدوم يبدو أن هناك أسباب ربما مباشرة وغير مباشرة من وراء هذه الاستقالة من الرابط المحترف لكرة القدم حدثنا أمام الرأي العام عن ما يحدث في الرابط المحترف لكرة القدم وعن أسباب هذه الاستقالة بارك لوفيك على استطلاف أن الاستيقالة سوف يونور رسميا أنا مستقيم من الرابطة ولكن مدى بينا نرجع شوية للوراء لأنني أنا إنسان اللي نحب زف الكورة وأنا نهار جينا للرابطة كان رجال يزكاونا بشحطونا في الرابطة ودروا فينا نتيقة كبيرة اليوم بعد أربعة شهر في الرابطة أنا شخصيا نتكلم على نفسي أنا شفت خالي الكبير شفت باللي كان أحاديت اتخاذ القرارات من طرف الرئيس من طرف الرئيس اللي أنا نعرفه هذه مدة عشرين سنة بين قوسين ولكن اليوم في الرابطة شفت باللي تقريبا كان بعض القرارات هذو اللي دارو شوية ضدجة في المليو السبورتيف مهمش إذا كانت قوشوني بممبر بيرو بعد أربعة أشهر شفت باللي أنا جيت الكورة بلا مودستي قلت بلك ولو ربما نقدر نعاون يالو مكان شوية شفت اليوم ما نقدرش نعاون كورة القادم بتترك حتى الناس اللي دارت في أتيقة بل كل يوم أزعجتها هنا هي لذلك جي بريفير ديميسيوني في الجولة في الجولة التي كانت ريبورتي في الأنزيام جورني حتى في المقابلة جي أسكا يسمى سيباري ولكن أنا لا أريد أن نشخص المشكل حتى هنا لا لدينا صلاحيات وكما كان مما الأستاذ مدور كان في الرابطة في وقت اللي قبل واستقال كما عنده صلاحيات يجب أن يستقل في رأيك الله أعلم هو لأنه في كواليس منذ قليل قتل أنا استقلت لكن من المفروض كان الرئيس الرابطة المحترفة لكورة قدم عبد الكريم مدوار هو من يستقل مظرا لهذه العشوائية في اتخاذ القرارات وهذه المشاكل التي تطلق أيضا هذه حكم المنطق حكم المنطق يعني نحن 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 جينا من جهة أخرى زي نحن نحن من جهة أخرى أنا نظن باللي مانش مسؤول في الرابطة باش ناس وعاد أخرين يتخذوا القرارات في مكاني نظن بلي مانش مسؤول هو قال أنا لم أتي للرابطة من أجل الاستقالة هو يريد المواصلة وربما يقول لك أنه ما حدث هو تهويل وتهريج فقط لا هو مسؤول هو مسؤول لكلامه هو سيفريكو عنده أموندا دو كاترون وهو يعرف نفسه أنا لا يوجد إلا عن الربعة الشعور التي يجي وسطها في الرابطة أنا نقول لك أربعة أشعر هذه نحن ما كانش عندنا استشارة في القرارات الهامة ماذا عن الأعضاء الآخرين يعيشون ربما نفس الشعور الذي تشعر به نظن نفس الشعور وهذا الشي تكلمناه حتى في تنين اللي فات يعني نستطعنا البرودليك لاندي باسي وتكلمنا فيه يعني بكل شفافية الآن تحدث عن هذه تأجيلات المتواصلة والغير مبررة من طرف مدور أنت قلت بأنها قرارات شخصية لماذا هذه القرارات العشوائية لماذا وصلنا إلى هذا الحد من ربما التسيير العشوائي لماذا يعني في رأيك والله العظيم نظن به هذا السؤال توجه للرئيس أما أنا بسفتي يعني لأن المشكل الأول هو سيلكلوب يلعبوا سور كارت فران هذا المشكل كبير يعني لازم نورمال موليز انستانس تعتبروا فيه مبعد تبقى دي جورني وينيخرجوا بشكل اكسرا سبورتيف سيبوسا ك سيديفيسي لالبرودلي كان تول طالما سنوات الماضية ما وشت سنة جديدة سيبوسا كال المشكل هذا من نظن المشكل الكبير هو عدم يعني وامركم شورى يا اخي صحيح نظن بلي نظن بلي كل شي كان في برودليك من هذك الجلسة نخرج بقرارات حتى هو رئيس ليست هناك ديمقراطية في الرابطة والله غير يعني مجد ديمقراطي يعني وصوص برودلي طرحت الموضوع مع الرئيس طرحنا حتى لاندي باس حدثت معه قال لماذا لا تستشرنا في القرارات لماذا نحن متوجدون في الرابطة لماذا كذا هذا يدخل كذلك في شخصية الأعضاء أيضا لا الأعضاء يعني احتر رئيس بكل احترامات ولكن في طرق تسير رياضي نظن بلي رانبعات رانبعات وما رحش رحه بعيد بكورة القدم يا أخي نتكلم دائما على بريود ربعة أشهر صحف ربعة أشهر قليلة وإنما كان قرارات تقول واحد الذي قد يزع قد البوصلة مدور بكل احترامات أنا لو كنت في مكان الرئيس أنا كنت نستقل بدون رجع طبعا لاحظنا في الأسابيع الأخيرة كما تحدثنا منذ قليل تأجيل جولة بأكملها من دون مبرر واضح بعد ذلك تأجيل مواجهة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة كذلك من دون مبرر واضح لكن ردة الفعل كانت قوية من طرف رئيس شبيبة القبائل شريف ملال رفض أن يلعب هذه المباراة أولا كيف ترى ردة الفعل من رئيس شبيبة القبائل شوف يا أخي بكل صراح بكل صراح الأستاذ شريف ملال هو يدافع الفارق تأه ومن حقه هو يقول علاش بدلت من ثنين إلى ثلاثة وهذا حقه هذا حقه ولكن حاجة لما انتفقش معه هنا هو يحب يجيب الكلوب يدير اجتماع بالكلوب يحب يكونوا صوليدار معه أنا نقول له برك نفكره حتى وين وما ندخلوش في هذه شبيبة فارق كبيرة هذه من فلوق منها أنا نقول له أنت وين كنت كي كان القبة والسياربي والحراش في مشاكل كبار دي بيت سيزن شكون هما الكلوب اللي كانوا صوليدار مع هذا الكلوب شكون كانوا صوليدار حتى يعني في رأيك بالقيدوم في رأيك ملال أراد أن يستغل مشكل شخصي لفريقه من أجل أن يجعل الأمور مشكل كبير في كرة الجزائرية ويكسب ود وتضامن لرؤساء الأنجية هذا تريد القول شوف يا أخي شوف يا أخي أنا نقول وانتو تكلرت يعني مموش مشكل لو نوزنوا لو نوزنوا المشكل ياهل ترى المشكل تاع القبة الحراش والسياربي نفس المشكل تاع جيسكا اللي كان عندها الريبورد في 24 أور يا ناس هذين الناس فقدوا لعابين ما عندهمش ليسانس ووحد ما تضامن معاهم ووجازت إينا بيرسي وما كانش مشكل وطبقوا عليهم بهذه القانون بين قوسين مش وقت باش نتكلم عليه هنا ولكن التأجيل كان ضد شباب قسنطينا ثم ضدت يحد العاصمة يعني يقال لك شريف ملال نشعر بي نوع من المؤامرة ضد الفريق أنا معاه ألف في المئة شريف ملال يدفع الفريق تاعه من حقه هو رئيس تاع شبيب القبائد هو موش رئيس تعلنيك بروفيسيونال صحيح يدافع على شبيب هو من حقه ولكن باش يحب لك لو بيكون يتكلم واتني يقول لك الناس اللي ما جاء ونحن نتكلم عليهم في كونفيروند ونحن لا ما جيش عند القبة كيروه متمرم دين حتى اليوم ولا ما جيش عند السيارة بلا متمرم دين الحراش واحد ما جاء عندهم اليوم كل إنسان يفكر إلا على الفريق يعني أنت في رأيك شريف ملال من حقه أن يطالب بحق فريقه ولكن ليس من حقه أن يطالب بسحب الثقة من مدور عن طريق رواسة الأندية هذا ما تريد القول لا حتى وين برسكو هما اللي ستوكي كينوزان فلاسي في فاليغا هما اللي يفوطوا علينا لكل حالة ولكن موش من حقه يدومون باش الفيرق يجتمعوا باش يكون ضد الرئيس حتى ويننا ما انتفقش مع رئيس الرابطة يعني دركة ولكن موش من حقه حتى رئيس الرابطة تعال كورت القدم عنده ارتباطات وعنده مشاكله ولكن لماذا سامحني فقط لماذا نتخذ قرار مثل هذا مثلا أطلب من رؤساء الأندية أن يجتمعوا لكي نسحب الثقة من رئيس الرابطة لماذا نتخذ هذا القرار ولا نذهب إلى الخطوة الأولى والمنطقية هي الاتصال مباشرة بالرابطة الاستفسار هذا هو المشكل لا يا أخي أنا 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 تمنيت 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 كأن هذا الذي يشتف في الفول في العمل على دوزة じゃあ لـ خرج في الليل تأجيل البارح خرج في الليل قرارات أصبحت لا أنا نخضب في النهار إي أنا نخضب في النهار الله أخذب هذا هو المشكل المطرح أعضاء يخدمون في النهار القرارات خرج في الليل الع Boulevolt في وضوح الشمس ومعنى يشتبن يعني مكشف مشك الآن رئيس الربط يطرع علامات استفهام كثيرة وربما عدم توافق بينه وبين رئيس الفاف في العديد من الخرجات خاصة للخرج الأخير كذلك المتعلقة برئيس اتحاد عنابة وقضية اللاعبين المدانين زعيم التقى مع رئيس الفاف وقال له بأن مهلة تسديد الديون ستكون لستة أشهر لكن مدوار خرج في الموقع الرسمي للربط وقال خمسة عشر يوم فقط هنا السؤال يبقى مطروح لا نصلح لك معلومة مش مدوار هي سيلا كوميسون ديسيبليين هذا هو القانون أما كل ما جاء من غير هذا ما هو قانون القانون هو يقول لدات هذو اللاعبين يفوتوا على كوميسون ديسيبليين ولكن قرار كان من الفاف في بادي الأمر بعد اجتماع المكسف الفيدرالي قبل الجمعية العامة أنا موفق معك يا أخي كل هذا موش قانون حتى واش تبقوا على القبة والحراج والسياربي موش قانون القانون يقول باللي ديسيزيون يعني جوار هذو المسالين هما اللي يجوز على كوميسون ديسيبليين هي اللي تحكم ساسي اللي يجوز على موش قانون يقوله ولكن اليوم اليوم شفنا بيورو فيدرال قال باللي لازم نروح المليار كان يقدر يدرى خمسمائة مليون ما لا كان يقدر يدرى مية مليون بو أنا ما ندخلش في هذه أنا اليوم أنا عوض في الرابطة شفت في مدة 14 أشهر باللي ما نقدرش نكون أمين عن الناس اللي يحطوني تماي عن الناس اللي زكاوني سيبور ساكو نقول لهم اليوم أنا في 14 أشهر شفت باللي ما نقدرش نكون مسؤول تماي بكل سراع ولكن في بعض الأحيان نسمع تصريحات غريبة جدا مثلا نعود لقضية شريف ملال يقول لك بأنه فيه تآمر ضد فريق شبيبة القبيل فيه ظلم فيه حقرة هذه التصريحات نوعا ما تجعل الرأي العام والجماهير تتيج نوعا ما تصريحات خطيرة حتى الوزير خرج وقال كفانا من هذه التصريحات الخطيرة هل من مبرر لهذه التصريحات نو مش مبرر معندك شواء حتى وين مشكلة تاعك حتى و الفريق تاعك مظلوم مش مبرر باش تقول نبور تكو بسكو هذا ستنسي تاسيون لنعنف تانية حتى أنا كمسؤول حتى هم يقول لك كي تريبورتي لها ماشر كدرت لي العنف تانية العنف هذا ولا منقسم حتى في البلاتو التليفزيون في بعض محللين هم تانيين دول العنف يعني اليوم مش برك شعارات العنف مش شعارات نظن بلي نظن كفانا بالكلام هذا كفانا هذه رياضة هذه رياضة من المفروض الرياضة تجمع ولا تفرق هذا هو المشكل في كورتنا الجزائر أصبحت تفرق أكثر أنا كنت نظن أنا كنت نظن بعد ما عقبت أربعة أشهر شفت بلي بلي رياضة يعني مريضة في الانحيطات في الانحيطات وحتى تأجيل مباراة مرة أخرى لشبيبة القبائل واتحاد العاصمة فيها تبرير على أنه محافظة على الهدوء سيبورساكو محافظة على الهدوء المشكلة أنه من خلق العاصفة هو من يبحث عن الهدوء أنا شفت الكوميونيتي يقول لك محافظة على الهدوء حتى الاستقالة تاعي محافظة على الهدوء مهما أنا استقالة تاعي جاءت من الفوق أنا ثاني استقلت قالوا لي استقل استقلت ما فيش هدوء فوضى عارمة عشوها رابطة وعلش نخلوها الدقيقة اللخرة ونقول لهم جوشتي فيه ولي ريبور هنا سأقول لكم أنا مش مسؤول أنا المسؤول يعرف يأخذ الديسيزيون في الموقت المناسب بعيدون عن الاحتراف بما أنها تسمى الرابطة المحترفة والله أغير نظن باعدين بزاف على الاحتراف نظن نظن باعدين بزاف الحل في ذهب مدور في رأيك فقط صراحة الحل في ذهب مدور أنا والله ما نقول لك هذه إن شاء الله أنا نتمنى إن شاء الله نتمنى سي مدور اللي نعرفه مليح نتمنى إن شاء الله ويعرف خبايك ورد القدم يعرف مليح برسكوه هو ثاني كان مسؤول وكان يتكلم كما كان ينتكلم معك اليوم رأيه مسؤول على الرابطة ويعرف وإن شاء الله يكون في صراح كرة القادمة وغدوة نكون في يوم وحدة آخر إن شاء الله والمشكلة أنه محيط الكرة الجزائرية بالأكمل متعف في النوع والدليل ما قاله هو سرار كما تحدثنا منذ قليل قال لك كامل لابسين بذلات بيضاء لكن كيف تحلل هذا اللام ما نحلوش أنا نظن بلي سرار تكلم كلنا لابسين دي شميس بلانش بيضاء شدي نوار ما نظن بلي هو عنده شميس نوار ما فيهش البلان ما فيهش البلان هو يتكلم على نفسه أنا ما يعرفني مش باش يتكلم عليه يتكلم على نفسه يا أخي هو يقول هكذا أنا نقول له يعني مثل هذه التصريحات سيبي القيدوم أصبحت تقال علنا مثلا شهدنا في الجمعية العامة السابقة فيك كذلك تصريحات واضحة يقول لك 24 المباريات عادي عيب ولا أغر عيب ولا أغر عيب ولا أغر عيب سنصر معه عيب كبير عيب كبير عيب كبير سواء اليوم المسؤولين يدخلوا حتى الإنسان اللي يصرح كما هكذا اليوم يتحاسب بس كل يوم اللي ناس ما تحاسبش تقول وش تحبه تقول وش تحب ما كان مشكل سبحان الله اليوم لو نبدأ نبدأ بالمعقول سيسوني تيك كتاب يعني معقول صحي نخرج لي تترمي الموضوع يا أخي كين بعض الفرق بعض الفرق عندها كل ما تطلب كل ما لازم في قرد قادم واحد الفرق ما عندها ويلو نطرح السؤال لماذا المشكل تعلق إجازات إلا الفرق العاصمية ونخلي السؤال مفتوح في رأيك ريما نخلي سؤال مفتوح لما أنك فاعل في قرد قادم الجزارية أنا نقولك كين علماء في قرد قادم يقدروا يجاوبونها أنا نقولك يا أخي لماذا إلا الفرق العاصمية لماذا أنا نقولك يا أخي في الولايات الفرق عندهم دولي عاونوهم عندهم شركة وطنية تعاونوهم ولكن هذا تصريح خطير يشيري إلى الجهوية أنا أعلم لا 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 أخي لا نحن في العاصم ما عندنا نقول ديس ونطرحك ولكن أنا نقولك لماذا بعض الفرق على بعض الفرق هذا ما كان ما الجهوية ما ولو وانا مسؤولة لك كاعتم مشكل أنا نقولك لو نكونوا أي كتاب ورحين ديروا ينكرس ونخرجوا كيف كيف أعطينا أعطينا الامتيازات كيف كيف ونرغوا كيف كيف ولا يا أخي اليوم شركة وطنية عندها عندها ديس وليفان كلوب كملي الأخرين وخلاص صحنا تراكي عندها دي كلوب زي تكمل الباقي وخلاص منكش مشكل إذن الآن بعد استقالتك رسمية من الرابطة المحترفة كلمة وجهة لرئيس الرابطة لأعضاء الرابطة وكل احترام ولكن في تسير تعالى الرابطة نقول له إيكمبري أنا ثاني معهم نحن بعاد في تسير يا أخي بعاد في المسؤولية أنا أقول لأش فتروح اليوم شفت بلي أنا ما نش قادر نكون مسؤول نقول السلام عليكم ما نقدرش أنا ما نقدرش أما أعضاء اللي معايا في الرابطة وناس محترمين هذا هو المشكل في كرة القدم الجزائرية وفي مختلف المسؤوليات ليس هناك هناك اعتراف بالفشل مثلا أنا فشلت أنا محسوب على القبة وما قدرش نعاون القبة أنا محسوب على كرة القدم وما قدرش نعاون أنا فشلت هذا قرار شجاع لا هو شجاع نظن بلي هذه صحيح إذن أشكرك جزيلا فروق بلوني قيدوم عضو سابق في الرابطة المحترفة لكرة القدم